طبعاً النهاردة كلنا بنتكلم عن المتش ومنتخبنا الوطني اللي عنده مباراة مع المغرب في دور الثمانية في البطولة الأفريقية إن شاء الله ندخل المتش بروح على اليوم مع نويات مرتفعة بعد الأداء الكبير اللي عملوا الرجال المصريين في مباراة الكوتفور وستمتعنا بجميعاً إن شاء الله نكمل الفرحة النهاردة ونكمل الأداء الكويس أمام المغرب وإنه آخر لقاء لنا مع المغرب في 2017 إدنا إن إحنا نتخطى عقدة المغرب بالنسبة لنا كان بقنا تقريباً 31 سنة ما فوزناش على المغرب فيعني إن شاء الله نقدر النهاردة كمان نكمل والجماهير المصرية تتبسط ونشوف ماتش نستمتع بجميعاً خلينا نتكلم بقى بالتفصيل عن إنها يحصل النهاردة توقعة التشكيل إيه؟ طريقة فكر كارلوس كيروش في الملعب هتكون عاملة إزاي؟ هننزل بنفس التشكيل إيه اللي هيحصل؟ هنعرف كل ده من الأستاذ محمد مصطفى النقد الرياضي صباح الخير عليك وشايف بقى النهاردة التكتيك هيكون عاملة إزاي؟ والتشكيل أعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة في رقم 8 طبعاً عشان الإصابة اللي حصلة مين هيكون البديل؟ يعني تفتكر عبدالله سعيد تريزي جي ناس تتكلم عن زيزو وإحنا هنرجع لمسألات البديل الدهبي صباح الفل الأول عليكم والحمد لله فيه ابتسامة وفيه أمل إن شاء الله إن النهاردة مطش هنعمل حاجة كويسة إن شاء الله في البداية طبعاً المنتخب المغربي هو منتخب واحد من أقوى منتخبات البطولة بيتصدر مجموعته اللي بتضم غانا وجزر القمر فوزين أو الجبن كمان فوزين وتعادل ثم تجاوز ملاوي بس خلا نقول للمنتخب المغربي ما قابلش خصم كبير لحد دلوقتي يعني حتى المنتخب الغاني المفترض أنه يكون أقوى خصم قصاد المغرب هو يعني يخرج من دور المجموعات بنقطة وحيدة وخسر من جزر القمر في الجولة الأخيرة فالمنتخب المغربي ينقدر أنه مقابلش منتخبته رغم قوته رغم انتلاكوا المجوم كبار قوي زي أشرف حكيمي ناجو باريس سان جرمان إحنا طريقنا صعب قوي يعني إحنا وقعنا في الأول كدفار وبعد كده من قبل المغرب ولو إن شاء الله ربنا كتاب لنا وتخطينا المغرب هنروح في سكة الكاميرون فطريقنا صعب جدا عكس المغرب اللي الدنيا فيها أسهل شوية بالنسبة للتشكيل أو الشكل بيفكر فيك روش كيروش يعني من ساعة ما بدأ مع المنتخب هو التوليفة بتاعته سابتة بيلعب بربعة تلاتة تلاتة العيب ديفندرفوس ما لعب أصاده اثنين هما اللي بيزيدوا وبيرجعوا ودايما بيطير باكين بيزيدوا سواء اللي هو كان أكرم وفتوح أكرم ربنا يشفيه بقى مكانه عمر كمال عبد الواحد نحن عندنا إصابات وحمد فتحي والشناوي طبعا ربنا يعني يشفي طبعا أبو جبل أدها إن شاء الله إن شاء الله أبو جبل يعني الأكتر ميزة حصلت في المباراة اللي فاتت بعد إصابة الشناوي ربنا يشفي يعني إن أبو جبل استعر نوعية تصدر كورة سنجاري وبعاكها تصدل ضرب الجزائي من إيريك باي اللي مدفع منشسل ونيتيد فده يدي له ثقة كبيرة جدا وهو نازل قبل المتخب المغرب وعايز أقول لك من المتخب المغربي الموضوع العقدة دي يعني إحنا آخر 20 سنة مع المغرب إحنا قابلناها ثلاث مرات مرة 2001 خسرنا واحد سفر جول مصطفى حاجي اللي كان في تصفيات كاس العالم وقابلناهم 2006 تعادلنا سفر سفر في دور مجموعاتنا في كاس الأمة وبعاكها قابلناهم 2017 لكن المسألة مش تاريخ دلوتي على قد حجم النجوم اللي موجودين معنا دلوقتي ويعني محترفين بره بنتكلم دلوقتي معنا محمد صلاح أنني معنا أسامي كحجازي معنا أسامي كتير وكل اللعيبة طبعا اللعبوا جوا مصر ومناسبة الحديث هنا حدير اتكلمت على فكرة المحترفين اللي موجودين عندنا في المنتخب لكن منتخب المغرب عنده محترفين كتير قوي في الدوري الإنجليزي وغيرها من الدوريات يعني يمكن اللي فرق معنا مع ساحل اللعاج فكرة وجوب محمد صلاح كان مدي برضو ثقة للمصريين ومدي خوف أو رهبة للفريق التاني شايف أنه ده هيأثر في حالة وجود محترفين أيضا عندهم ولا مش هتفرق الحدد طبعا الاحتراف بيدي تقل كبير للفريق أنت بتشوف محمد صلاح كل المؤتمرات الصحفية لنا في دور المجموعات كان دايما السؤال عن محمد صلاح ودايما الردود عن محمد صلاح وعن نجومية محمد صلاح طبيعي هقبل البرتغال طبيعي هتكلم عن كريستانو رونالدو هقبل أرجنتين طبيعي هتكلم عن ميس هقبل مصر طبيعي هتكلم عن محمد صلاح حتى احنا وإحنا بنتكلم عن المغرب رغم امتلاك المغرب نجوم كبار ياسين بونو حارس إشبلية النصير يمهاجم إشبلية بتتكلم برضو في أيوب الكعب بتتكلم في بوفال بيلعب فرنسا بتتكلم في رومان سايس مدافع أولفر هامتون بتتكلم في العيبة برضو تقال كبار جدا ولكن الكلام الأبرز عن أشرف حكيم ميناك بباريس سان جرمانو وكان بكرايتران مادريد السابق أو دورتمون فذات طبيعي إنه هو المعظم الكلام يكون عم محمد صلاح ولكن برضو إحنا بيمتلك نجوم كبار عمر مرموش في شتوتجر تريس جيف أسون فيلا إنني في أرسنل حتى في اكتشافات جديدة يعني محمد عبد المنعم الناس كلها المغرفات كان بتتكلم عنه والحديث كله عن إنه ده مدافع مصر القادر طبيعي طبيعي حسين بادري مثلا بس ما ضموش عمر كمال عبد الواحد برضو اكتشاف كروش على فكرة عمر كمال عبد الواحد انتقل من المصر للزمالك طبعا كان فيه أزمة قد في نادي الزمالك راح نادي فيوتشر كروش شافه فخده ولعبه مركز باكرايت وما كانش بيرعب باكرايت فيه ويمكن هو ده اللي أثبته يعني كروش من ساعة مطش ليبيان هو يعني نقدر نقولي يعني بالبلد كده عينه حلوة بيعرف يجيب لعيب يمكن الكل مش محطة انظار بالنسبة لها بس هو بيعرف يجيب لعيبه وبيراهن عليه دايما يعني الحمد لله الحد دلوقتي يرهنه بيبقى كذباني الحمد لله زي مرموش اول مباراة بجول على طول فلأ هو عينه كويسة جدا لو احنا بنكلم مع التشكيل احنا بنكلم من اللعب مكان حمد فتحي عشان الناس كلام توقع انه زيزو وعندما فيه كلام عن تريزيجي وعبدالله السعيد طيب حمد الفتح بيقوم بدور اللعب رقم ستة وكان قصاد السلية والنيني اللي هيحصل ان السلية او النيني وغالبا هيكون النيني هو اللي هيرحل لتحت شوية السلية موجود مع محمد طلاح اعتقد هيلعب بنفس الطريقة كيروش لانه بالزبط يعني دي توليفة نكحة يعني بالزبط هو هيستمر النيني وقصاد السلية والتالت ظني انا الشخصي ظني انا ان هيكون تريزيجي نمر واحد زيزو ورقة ربحة بالنسبة لكيروش ايوه لكن مش مفوض انزل بكل اوراق الربحة من الاول ماتش زي ده مش سهل فليه احوش زيزو للاخر لا الزيزو بيعمل ليه تحول في المباراة الشوط التاني بيقدر ان هو يغير لي شكل المباراة النهاردة انا لو دفعت بزيزو من البداية انا ممكن ما يكونش عندي الاوراق البديلة اللي اتغير لي في شكل المباراة صحيح فهو بيخلي زيزو دايما ورقة يعني نرجع لمسألة البديل الزهبي اه بالزبط وده حصل مع جده مثلا في 2010 مع الاختلاف طبعا ان كان جده وقتها هو الهداف متخبه كان مفاجأة انه مزيزو الوقت هو نجم نجز مالك ونجم مصر في الدوري الاول يعني فبس وجوده على مقاعد ابو دلاء بيخدم جدا في الشوط التاني لما بيحب كيروش يغير بيه شكل الفرقة لان انا لو دفعت بكل اوراق التقيلة من البداية مش عارف غير شكل الفرقة في وسط المباراة فيه معدل بدني بيقل فيه ميزة برضو عند المتخب المغربي تبدو ميزة ولكن ان شاء الله يعني ما تأثرش علينا ان المتخب المغربي لعب تسعين دي اقصاد ملاوي احنا لعبين مية وعشرين دي اقصاد كوديفور المتخب المغربي واخد 24 ساعة اضافي عننا احنا كنا لعبنا الارب وهم لعبت 3 فاخدينا 24 ساعة زيادة احنا كمان ما لعبناش هما ما لعبوش فرقة قيلة احنا لعبنا مطش كوديفور وفي مجموعات اقصاد نيجيريا ولكن ده برضو ممكن يكون لي تأثير ايجابي ان انت برضو الادريناليل عندك عالي انت نفسيتك عالية في السمن ويمكن دفاعيا كمان المنتخب المغربي مش بنفس القوة اللي احنا لعبناها قبل كده مثلا في ساحل العاك صحيح يعني كان دفاعيا اقوى اعتقد هنا بيعتمد على فكرة الهجوم وعنده مهجمين اقوية فنقدر نستغل دي صحيح احنا تقدر تلعب في ظهر ارشف حكيمي تقدر برضو انت بتكلم في قلبين الدفاع برغم ان هما بيلعبوا في فرق كبيرة مثلا رومان سايس بيلعب في وولفر هامتون الى ان انت تقدر تهدد مرمى المنتخب المغربي وشوفنا ده في مطش الجابون يعني اتقل مطش اللي عديده المغرب وصد الجابون تلقت هدفين حتى ملاوي برضو بس ملاوي طبعا المستوى بعيد خالص اضغطه ولكن فيه لكن الحقيقة كمان مجيزات كيروش بالنسبة لنا اعتقد الدفاع يعني الدفاع عندنا شكل اختلف خاص مظبور وكمان رسمة الفريق وشكل الفريق بيبدأ ازاي اننا عارف انه كنت ديفوار وهي بتهاجن بتطلع بسبعة او تمن لعيبة ازاي اننا اضغط عليهم من بدري ما اسمح لهمش انهم يوصلوا للتمنتاشر بتاعي في عملوني مشاكل شوفنا قد ايه كان دايما كله بيتكلم على جرادل اللي هو الوينجليفت ووراء الباكليفت كونن انه دول لعيبة صراع وجمدين جدا انا كنا ما بتلعش محمد صراح موقف ناحية التانية برضو كله كان بيكلم على قوريه وقصاده نيكولاس بيبي اللي عيب يلعب في فياريال ولي عيب يلعب في ارسن ما شوفناش حصل منهم اي خطورة خالص فدايما بيذاكر الفرق اللي قدامه وبيعرف ازاي انه يقفل عليها فيه ممكن نقطة نقولها بس بخصوص كوديفور والمغرب اللي اتنين فالخير علينا يعني نقدر نقول ده طريقه خير اللي احنا احنا قبيننا كوديفور ووراء المغرب كل مرة بتحصل احنا بنصعد لو ابناهم هما الاثنين 98 وتوجنا باللقب وابناهم هما الاثنين 2006 وتوجنا باللقب 2008 كانت كوديفور بس و2017 كانت المغرب وصلنا في هانل بس الاسف وقتها ما وان شاء الله هنيجي بعد الماتش ونلقى ابناهم 22 وتوجنا باللقب ان شاء الله ان شايف ان كروش بيطلع بالمنتخب بشكل تدريجي يعني من اول ماتش لي لحد الماتش الخاص بكوديفور شايف اللي هو فيه اداء تدريجي يعني مش فكرة اللي هو انا هلعب النهاردة وادوس على اللعيبة مرة واحدة ونعمل اداء عالي وبعد كده اللعيبة تقع مني اللي احنا شوفنا ماتش عن ماتش الاداء بيفرق فمتوقع لي اكتر الماتش ده بص الطبيعي في البطولات المجمعة ان دور المجمعات ما بيكونش هو اعلى حاجة دور المجمعات ازاي ان انا اخطف اكبر عدب من النقاط عشان اتصدر يسهل لي المسيرة بتاعته هو ما هو فوقش في مبارات نيجيريا واحدة من اسوأ مباريات مصر خلال السنوات الاخيرة نيجيريا واسوأ مباراة في عهد كيروش وكله كانت فاجئ لانه انت في كاس العرب قدمتلي اداء كويس ووجوه جديدة فلما بقى تضم النجوم الدوري وتضم النجوم المحترفين الطبيعي ان انا يعني هعمل اداء كويس انما الاداء يظهر بالشكل ده وصد نيجيريا اكيد كان مفاجئ لنا كلنا لكن الدنيا اختلفت بعد كده شوفنا اداء جماعي كمان يمكن كان كنا مفتقدينه جدا للمنتخب وتحديدا في مواتش كوتيفوار شوفنا اداء جماعي من كل اللعيبة حتى اللي على الدكة كانوا يعني شايفين روحهم معاهم في ضربات الجزاء وكان المنتخب كله على قلب رجل واحد زي ما بيقوم وده الطبيعي المنتخب المغربي بقى بيلعب بطريقة فردية احنا منتكلم عن نجوم كتير لكن الحديث كله عن اشرف حكيمة ومهارات كمان فردية طول الوقت في المنتخب المغربي الطريقة دي هتمشي ازاي يعني احنا بدلعب بطريقة شوية ما بنعتمدش على المهارات الفردية قوي شايف الطريقتين دولا حيتقابلوا ازاي مش معاك انا مختلف معاك لا المنتخب المغربي مش متخب فردي هم عندهم مهارات عالية وعندهم نجوم بيقدروا يخلصوا بشكل فرد كويس قوي بس جماعة لا بيلعبوا بشكل كويس جماعة جدا دايما بتلاقي اشرف حكيمي بيشتغل كويس قوي دايما انبوفال من ناحية الشمال بيشتغل كويس قوي ايوب الكعبي والنصيري في القلب دايما بتلاقي ايوب الكعبي والنصيري اللي اتنين الفرده دول ودول هنواجهلهم مشاكل عشان كده كيروش انا عارف انه نهاردة هيامل حاجة مختلفة هوامل حاجة جديدة مختلفة في التشكيل تفاجئنا مش في التشكيل في الطريقة في الملعب هين انت متوقعado بيها كيروز والتشكيل متوقع لك طيب التشكيل في البداية ابو جبل قصاده اتنين استمرار عبد المانا هيكون منطقي في ظل التقلق اللي موجود فيه وجنب وحجازي بقرأيت عمر كمال عبدالواحد وشمال فتوح يعني ليه خلاف عليهم في الوسطى هيكون النيني قصاد السلية وتريزيجية هيكون التالب بتاعهم والزيزو هيكون ورقة بديلة وقدام هيكون صلاح يعني دا شايف انه يبتدي هو التريزيجية انا شايف من وجه نظري بس انا ما عندي يعني هو كان المفاضلة في التدريب الاخير ما بين تريزيجية وما بين زيزي وفيه كلام من داخل الجهاز الفني ما بين الاثنين دول ولكن توقعي الشخصي أنا انه يكون تريزيجية الأفضل وقدام صلاح ومصطفى ومرموش دولة الثلاثة الأماني في ماتش كوديفور كان بيلعب بخطة فعل متقدم لانه مش عايز يخليهم يطلع بالكورة لما بيهجموا بيهجموا بسابعة لعيبة فانا لو رجعت الورا هسمح لهم انهم يضغطوني فلا انا بقابلهم بشكل بدل شوية مع المغرب الشكل هيبقوا مختلف شوية هما العيبة المغرب من نواية العيبة اللي بتقدر يعني مثلا هنقل الكرة ناحية المين وببدأ ان انا احولها ناحية الشمال بعمل تحولات في اللعب وبيعمل ترحيل في اللعب صحيح كان الاثنين السنائي الهجومي الأمامي ممكن يخش يسحب الاثنين ببكات دول ويتدخل مثلا أشرف حكيمي من الجنب ده او من ناحية التانية زي ما شفنا سوفيان بوفال كان بيعملها كان الاثنين الفرويدين بياخدوا مدافعين وتلاقي سوفيان بوفال داخل فالمهم جدا ان انا ألعب مان كويس اوي في التلت الأخير وفي نفس الوقت برضو ما حاولش ان انا خليهم جوة 18 بتوعي دايما حاول ان انا برضو ارحالهم بس بدون ضغط عالي بدون مدغطهم في اس ملعب حاول ان انا عال 18 بتاعي دايما اكون موقف الاثنين الفرويدة علشان اجمع اللعب في مساحة 20-30 متر ما دلهمش مساحات لان هما لما ياخدوا مساحات كنت في بورهم تقريب الفرق معنا ان نص الملعب كان مفتوح بالنسبان احنا قفلنا عليهم بشكل كويس اوي وضغطنا عليهم مبادر بشكل كويس اوي ما كانوش بيطلعوا بالكور انما عكس المغرب المغرب من النوع بيعملوا تحولات في اللعب كتير بيعملوا تغيرات في المراكز بشكل كبير تلاقي بوفال داخل فرويد 3 تلاقيه في الدفاع بينزل وينج رايد او وينج ليفت فالتحولات كتير في المغرب طيب اخيرا شايف المتش هيخلص من الشوطين ولا هيبقى فيه وقت اضافي او فيه ضربات ترجيح ده سؤال صعب اوي ده اصعب صعب توقعاتك بقى اتمنى ان احنا نخطف كورة زي ما عملنا في 2017 اعتقد ان ده لها يفرق نهاردة ديها 87 ياريت ده 87 ده هترايحك جدا من انت محتاجين نهاردة نهاردة نعم ده فعلا انه جالنا فرص كتير في كوتيفورو وما خلصنهاش اعتقد ان ده لو حصل النهاردة هيكون فارق في المتش صحيح احنا اكتر مباراة قضعنا فيها فرص كان مباراة كوتيفورو ولكن الحمد لله ربنا انصفنا في البلاينات الحمد لله وما فيش شك اكيد بنتمنى الفوز لمنتخبنا المنتخب المصري لكن في النهاية هو لقاء المحبة لقاء ما بين الدول العربية بنكلم على يعني اسود الاطلس ونكلم على الفرانة اكيد بنتمنى نقولها تاني التوفيق لمنتخبنا وكل الحظ طبعا ويهي التوفيق ايضا لمنتخب المغرب الشقيق دولة عربية برضو بتلعب يعني فلازم يكون وهد لك لتونيس مبارح اكيد ما كناش نتمنى لها تخرج خامس المنتخبات العربية كده اللي خرجت احب نتحدى في جزر القمر بتتكلم في موريتانيا بتتكلم في الجزائر تونس وما كانش حد يتوقع بلا متخب بركينا حسو متخبتي انا توقعي بركينا فاسف الفاينال توقع كلينا هنا زي ما توقعت بركينا فاسف ان شاء الله ان شاء الله دي امنية ان يكون توقع محمد مصطفى النوقد الرياضي بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر وكل التوفيق لك وكل التوفيق كمان لمنتخبنا منتخب مصر ان شاء الله صاحب التواجب معك دايما شكرا شكرا شكرا